وقع كلام وزير الداخلية محمد فهمي على القضاء جاء قاسيا بتصنيفه ما نسبته 95% من القضاء فاسدا حيث تحركت الاعتراضات فورا واتخذ القرار بمقاضاته ضدك القضاء بلشوا يحركوا مجموعات عليهم على الواتس اوب وعالجروبيت انه بدون ياخدوا اجراء فيك انه مش كلهم مش 95% من القضاء فاسدين جنين حدد المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات يوم الاربعاء للاستماع الى وزير الداخلية بعدما طلب اليه مجلس القضاء الاعلى اتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص وكان قد اطلق برنامج وهلأ شوه مع الزميل جورج صليبه استفتاء شعبيا لتأييد فهمه او اعتراضه فجاءت النتيجة بعد مشاركة 3525 مغردا مطابقة لرأي وزير الداخلية وانقسمت بين 95% من المؤيدين لمقولة فساد القضاء فيما نفى 5% هذا القول هل تؤيد كلام وزير الداخلية محمد فهمه انه في 95% فساد في القضاء ام لا عم نتلقى تصويتكم بعد 10 دقايق فقط للتصويت من شان نعلن النتيجة بالنهاية عبر تويتر على وهلأ شو على الجديد اونلاين على تويتر والنتيجة لحدها 95% نعم و5% قضاء نزيه يعتبر ربما استدعى القاضي عويدات الوزير فهمي لكي يغير رأيه في القضاء ولكن من يستطيع اقناع اكثر من 3000 شخص يرون القضاة فاسدين متقاعسين عن اطلاق احكام العدل وبت قضايا الناس ترجمة نانسي قنقر